أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى كذلك نجزي من شكر وبين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والذي فيه أن الخبث إذا كثر فإن الناس يهلكون صالحين وفاسدين أنكروا الذين ينكرون ينقذهم الله أما الذين يسكتون فإنهم يهلكون مع المجرمين هذه سنة الله عز وجل فالذين ينكرون المنكر ينجيهم الله من العذاب والذين لا ينكرون المنكر ولا يفعلونه ولا يرضون به لكن لا ينكرونه هؤلاء يهلكون مع من يهلكون ويبعثهم الله أم القيامة على نياتهم قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس كما كانوا يرسقون نعم ترجمة نانسي قنقر